السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة اليوم الفيديو غادي كون كيهدر على طلب رفع الرهن الناس اللي كيسكنوا في ساكن قطاطي يعني من بعد نتدو زربع سنين شنو هم الوطائق ليتي طلبو شنو غادي جمعوا والمراحل اللي غاديوزوا منها كاملين كيف مدس منهم انا يعني كيلي كيبقي يسول 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 وما تيعرفش لا فين تيمشي ولا فين يجي باش ندير هاد الفيديو هادي باش هكا الناس تقدر وخا نوصل اولا نوضح غير الفكرة واحد شوية والفيديو رليو مرا ديرتو بلا مونتاج ولا تشي حاجة يعني دي غاك توموا سمحوا لي لا وقع شي خطأ او لا شي حاجة اول حاجة غادي نبدو بيها باش ما نطولش في الهضرة فاش كتكمل اربع سنين من الساكن كتمشيو للمقاطعة يعك مني كتمشي المقاطعة اول حاجة تدي معك بعد اخسكم تكونوا مبدلين العنوان دي الله كارت ناسيونال على حسب عنوان السكنة الجديدة ضروري هادي اول حاجة تاني حاجة النار لي تتبغي تمشي تجمع الوراق كتلقى اه هذا كتاخد تقريبا اه كتدي معك سمحوا لي ارا قلت لكم ما ديراش المونتاج كنا اهضرت تلقائيا كتمشي المقاطعة تيعطيك واحد اربعات الوراق ولا خمسة اول ورقة كتكون هاد شهادة ادارية ها هي كيف ما كتشوفو تتعمرو فيها الاسم يعني المعلومات كاملة ويلا كانوا فيها مثلا دار جوش الناس مشاركين را ستدير غير واحد العريضة او الاسلاتش باش تكتب الاسم ديال الشارك ديالك وتتكون واحد البحث اللي تتعطيه المقدم يعمرو وتتكون ورقة ديال الشهود يعني قديمك يمشيوا معك جوش الناس من العمارة اللي زاكن فيها باش تيشهدوا لك سوى رجال سوى عيلات تديو لك اخت ناسيونال ديالهم تيدرو لهم كوبي تي ايقاليزيوهم وتيجوانيوهم مع هاديك الورقة ديال الشهود عادي عقلو عليها زائد واحد الورقة اخرى هاديك ياني نسيت ما صورتها شو مدرج لها كوبي حتى هي هاد الورقة كاملة نتعطوهم لكم في مقاطعة سوى تاخدوهم انتو ما تعمروهم تيقاليزيوهم وتعطوهم اللي مقدم حيث تتعطوهم اللي مقدم مع البحث ويكون عندكم ضروري هاد الغولفة ديال ييدك ديال موضو هاد الغولفة ديال كونسوماتيو حتى هو كتحتاجوه ديال موضو ديال منهار خديتي الساروس ديال الدار ديال ربع سنين ديال السكنة ديال كالناس اللي غادي تجيهم الغولفة في واحد الوقاية ديال اللي كان لكم فينمو كتطلع لهم هاكا تطلعو زروات واستيمة غا يبضل مقدم يعني كشليكم فيها كما داريا انا تيقول لك لاحكار عندك الزروات هنا بزاف لهادي مو يمركم عارفين اشنو كايل انتو ما غتقول لي هنا اذا كانت مكتوبة اسيمة اشريف راه هاد اسيمة راه هاد الوقاية راه هاد الوقاية كانو تايقدرو الوقت القنفينمو كانو تايقدرو الناس حيث ما كانش كايخروج الغولفة باش ياخد هدا شحل جاتني في الموضو ويحطوها لي هنا يعني يرى المغرب كامل عندهم هاد اسيمة في الورقة ديال في الغولفة ديال موضو موهم كتديو معاكم الغولفة ديال موضو هذا خاص يكون عندكم يعني غتدرو منه ديكوبي بزاف حيثاش غادي تحتاجوه في دار الضريبة وغادي تحتاجوه في المقاطعة كتعطيوليهم انا ده باقلت لكم في المقاطعة كتمشيو كتقول لي باغي الوراق اللي غادي نعمر لرفع الرهن سيعطيهم ليك تعمرهم معاهم داك البحث ديال مقدم كديم معاك ديال موضو اللي سيعطيكم لي داك او لا على حسب الشركة ديال موضو اللي تابعين لأي مدينة في المغرب زائد ما تنساوش القوبي ديال دßال ديال دار مع شهادة الملكية موهم هذو التي يكون هنا يمصورين شهادة الملكيو عزال ديال الفوتوكوبين يديالها احضرواها في المقاطعة حيثا استطيعاوها هذه البحث التي تединسيها لكي في المقاطعة تعطيك شهادة إدارية أنك لا لديك ساكن تنوي بها ساكن رئيسي وتعطيك حتى الأوراق الأخرين تكونوا لديك كجمع الشهادة إدارية وديل الشهود ومهم أي ورقة بغيت نصحكم ديروا لها فوتوكوبي وليجاليزازيون إذا تتخذ من عندما نقدم هذه الوراقات، وكما تريد أن تستحرك في الدار الضريبة عندما تستحرك في الدار الضريبة، يمكن أن تقوم يدفع لوراق الرفع الرهن لذي يدفع لورقة الأخرين ويساعد لها لن تدفع لها لن نحن أعطيها للا شهادة ملكية معنام الشهواء و الموضو و المغلفي يعني هاد الوثائق كلهم تجدهم معاكم انتم لا تخسروا الوضائق و تجد مرة ثلاثة القيامة يعني اللي قال لك ارى لي يشي ورقة غي تلقها واجدة و تعطيها لك اخداها من عندك هي هديك و ارجعها لك هي اللي تدفعها في البلاصة الأخرى هاد اول هاد شي باش كنت غادة معا مام مني مشيت لدار الدريبة ودفعت هذه الورقات اعطوني ورقة بحل هذه تقول كثير على واحد يومين او ثلاث يام ورجع اعطوني هذه الورقة باش كتمشي تخلص النظافة دي الاربع سنين اللي سكنت فيها هاو المنتون اللي شفتو ميتين وثمانية وستين درهم في العام نحن تجيب سبعمائة درهم او لما عرفش شى الف درهم تقريبا بحل كايا ميتين وثمانية وستين درهم ميتين وثمانية وستين درهم ميتين شى الف درهم تقريبا هاو ما كتمشي هذي الخازينة دبا حنتش على حسب كل نطير وفين دافع وعلى حسب كل سكنة بحل دب احنا يا البلاسة ديال سيدي مومن حاسبي لنا النطير على حسب القانترا امتا حطها اوفين حطها إلا كنتي مثلا من الفين وستاش رح تيقبلك عندهم فهديك ديال ايميل زولة اللي كينا في كازا وإلا كان بالدلعو التاني رح على حسب النطير فين تيكون حط مهم تمضار الدريبة اللي تابعة للسكنة ديالكم هي اللي غادي تمشي وتسولوا فيها مني كاتمشي تخلص في هذا باش النظافة ومني كاتمشي وتخلصوا النظافة تعطوكم هاد الكيتونس هكا تعطوكم اربعة منهم فيهم 268 درهم في الواحد ديال النظافة ديال ربع سنين اللي سكنتي في هاديك الدار من بعد مني تتسالي هاد الشي تتاخد هاد الكيتونس تديروا ليهم كوبي وتعاودوا ترجعهم لدار الدريبة مني عاود انه رجعتهم لدار الدريبة مشيت عندي واحد السيد اخر ياكا اللي كيعطيك واحد الورقة تيعطيك هاد الورقة هادي تبني كتدفع لي هاد الكيتونس الكوبي ديالهم كتعطيه كوبي ديال لكاغت ناسيونال باش تيجونيها في لدوسي ياكا تيقول لك ترجع عندي ثاني واحد ثلاث يام ولا اربع ايام اونا تنضون يوجدو لك هاد الورقة مني تتخرج هاد الورقة هادي يلي خاصتك تمشي بها المحافظة العقارية هاديك المحافظة العقارية تتخلص فيها ثاني واحد خمسمية درهم تほا welcome 款 تعتين الورقة نام giując س肆 أحيا منها مسدود هادي اخضرむ الورقة المحافظة العقارية نتج اعطوها لكم فدر الدريبة مني تدفع لهم كي تنص ديال النظافة اللي خلصي كيعطوكم هادي مقدم صايبة فيها لنو و البخينان ديالكم وكل شي باش تتمشي المحافظة العقارية تخلص عود ثاني واحد خمسمائة درهم هادشي اللي درتانا خديت الأوريجينال مني مشيت ندفعها خداها من عندي سيت خداها من عندي الكوبي ديالا كارت ناسيونال ومهم اي ورقة من هادك الشي اللي دفعتوا في الول هزوها معاكم حيث كي اللي غيطلب ليكم شي ورقة كي اللي ما يطلبش ليكم انا ما طلبوا لي حتى شي ورقة اخرى مني مشيت جزت هاد الوريجينال ديالا كديرا لكوبي وفتو كوبيت لكارت ناسيونال باش دفعتها وقال يرجعي لها من هنا الواحد ثلاثيام صافي ومشيت وخلص اعطوني هاد الكيتانس هادا خلص فيه المونتون دير خمسمائة درهم صافي وانا كتكون ساليتي وخلصتي جميع المسائل ديالك وتهنيتي من هادك كي خرج لك رفع الرهم ديالك دونك هادو هما الوريقات هادو هما الوطائق المطلوبة نتمنى انني نكون فدتكم شوية وشرحت ليكم هادك شي اللي خاصو يتشرح و نزع ما نكون اللي يبغىش يتساؤل يخليه لي في التعليقات التحت كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وما تنسوش بارتاجوه مع الناس لشان ينفسه كان اقتصادي باش هما يستفدوا عالاقل يعني الواحد مني غادي بغيمشي يبدي يوجد هاد الوريقات تحت ما يبقىش تالف وكنتمنى هاد الفيديو ينال اعجابكم وشاركوه مع الناس وشاركو في القناة باش تواصلوا باي جديد بس لما